نسبة التضخم المرتفعة والمخاوف بشأن هشاشة الديمقراطية الأمريكية عاملان أساسيان أثرى بشكل كبير على قرار الناخب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي تستند الصورة التفصيلية للناخبين الأمريكيين إلى نتائج استطلاع ومسح شامل لأكثر من 90 ألف ناخب في جميع أنحاء البلاد تم إجراؤه لصالح وكالة أسوشياتي بريس يقول نصف الناخبين وفق الوكالة أن التضخم كان المحرك الرئيسي لقرار تصويتهم في ظل ارتفاع أسعار البقالة والبنزين والسكن وغيرها من التكاليف وهو ما منح الجمهوريين وسيلة لانتقاد الرئيس جو بايدن كان التضخم بمثابة نكسة لرفاهية العديد من الأمريكيين ثلث الناخبين يقولون أن وضع عائلاتهم المالي تراجع كثيرا وتقول نسبة مماثلة أنهم غير واثقين من قدرتهم على مواكبة نفقاتهم على الجانب الآخر ترى نسبة أقل من الناخبين بلغت نحو 44% أن مستقبل الديمقراطية الأمريكية كان الاعتبار الأساسي لهم منذ انتخابات 2018 النصفية السابقة بات الناخبون وفق الاستطلاع محبطين بشكل متزايد مع اشتداد الانقسام السياسي في البلاد ما يقرب من ثلاثة أرباعهم يقولون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في استطلاعات رأي أسيشياتي بريس للناخبين في 2018 و2020 وحاول الديمقراطيون أيضا لاستفادة من غضب قاعدتهم بعد أن ألغت المحكمة العليا حق الإجهاد بشكل عام قال سبعة من كل عشرة ناخبين إن هذا الحق كان عاملا مهما في قرارهم الانتخابي وعلى الرغم من المخاوف بشأن الديمقراطية قال نحو أربعة من كل عشرة ناخبين إنهم واثقون جدا من أن الأصوات في انتخابات التجديد النصفي سيتم احتسابها بدقة وهو تحصن عن النسبة المئوية السابقة للناخبين في عام 2020